ردود فعل شعبية في كاركوك بين المواطنين الكورتجة قوات البشمرقة بعد انسحابها المفاجئ لا سيما أن محافظة كاركوك المقال نجم الدين كريم كان قد دع الجماهير إلى التطوع وحمل سلاح تفاصيل أخرى من كاركوك مع عمر الجمال في أحداث كاركوك وما حولها تواردت أنباء لم ينظر الإعلام ومواقع التواصل لأهم زواياها فأول مرة يعلن المواطن الكردي احتجاجه على قيادته السياسية في إشارة واضحة أنه كان على استعداد لعرقلة مسير المتوجهين نحو كاركوك وهو المعروف بشراسته أمام الانتحاريين بأحزمتهم ومفخخاتهم فهو المقاتل العنيد المندفع بقوة على مد العصور حتى ضد الجيوش النظامية ولم ينسح بالأمس خوفا وإنما تلبية لأوامر الاتفاقات المبرمة خلف الكواليس بعض المقاتلين كان يرفض قدوم القوات الحكومية لقناعته أن سلطة الأحزاب الطائفية هي المتنفذة في سياساتها من تريدون أن يحكم كاركوك؟ أن يبقى في كاركوك؟ أن يؤمن كاركوك؟ أمريكا؟ خلي أمريكا يحكم كاركوك ليش؟ خلي أمريكا أمريكا حق يمشي ما أعدكم ثقة بالحكومة الأمريكية؟ ولا واحد خلي أمريكا يحكم كاركوك ولا أحد ما أجيب الأسامي ولا أحد ما أريد أحد خلي أمريكا يجي حكم كاركوك أبوابهم يجون ميقون يزمن كاركوك وبعض المقاتلين كان مرحبا بسلطة القانون دون ميليشيات وكان للمواطن الكركوكي تساؤلا عن مدى احترام كل السلطات في العراق للدستور الذي يصيرون بعضه شماعة لأهدافهم في كل أزمة الدولة من ما وعيت 49 سنة ولحد اليوم حروب وحروب كافي يا أخوان كافي كافي خاطر الكعبة كافي تعبنا صدق تعبنا الأخوان بدل ما يدورون دستور السيد العبادي بدل ما يدورون دستور يضرب الأخ لأخوه خلي يدور من دستور خلي يسوي الكهرباء للشعب المتوفر اللي هي أفسد حقوق الإنسان خلي يسوي الماء خلي يعدل الشسمة خلي الشباب اللي حالي وحال غيري يرى بعض المراقبين أن جسد التعايش بين العراقيين طعن مجددا عندما صور إعلام الأحزاب الحاكمة أن قوات البيشمرق الدستورية هزمت وتقهقارت في حين أنها كانت راعي في انسحابها الاتفاق السياسي بين أهم أقطاب السياسة العراقية عمر الجمال لقناة الفلوجة